مع فكرة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشخاص المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مشاهدين الكرام أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا مرحبا بكم في برنامجنا مع القادة لقاء اليوم نتحدث فيه إن شاء الله تحت عنوان مصر اليوم اللي بيحصل عندنا في مصر أبل لم أبدأ اللقاء شوفنا خلال الأسبوع الماضي دعوات للتظاهر والعجيب سموها جمعة الغضب إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بعدم الغضب فلماذا نطلب جمعة الغضب النبي صلى الله عليه وسلم لما بيسأله أحد قال له لا تغضب لا تغضب لا تغضب لأن الإنسان لو كان فيه حالة غضب سيذهب العقل وفعلا اسم على مسمى كل من دعا لجمعة الغضب لا عقل له يا جماعة أنا ممكن أكره الحاكم ممكن أكره مسؤول ممكن أكره أي شخص أيا كان أنا ما أكره بلدي لا يمكن يكون هذا عنده عقل أبدا هذه الدعوات عايز بس واحد يرد علي بالعقل وبالمنطق إلا يترتب لما تأمه ظهرات ومصر هتتقدم أحسن يعني ولا نرجع للفوضى ونرجع للأيام اللي كان كل واحد يحرص بيته وكل واحد وقف شارع وكل إنسان خايف على أهله وخايف كمان يلي يتحرك عشان كده أنا بقول كل من دعا لهذه المظاهرات لا عقل له بل لا دين له بل أكثر من ذلك أعتقد أنه قابل الثمم لكن أراد الله سبحانه وتعالى أن يعرفوا قدرهم وأن الشعب المصري أقوى وواعي للأمر أكثر مما يتخيل أحد إحنا منتكلم النهاردة وزير التربية والتعليم خرج علينا بعدة نقاط مهمة جدا استثناء بعض الفئات من دفع المصرفات على العلم أن حتى هذه اللحظة لم نعرف المصرفات كم دراسة بعد أسبوع المدارس الخاصة بتطلب دفع الأقصاد أدفع أقصاتي إزاي وأنا مش عارف المبلغ كام لسه الوزنة ما نزلتش على السيستم أمور كتير جدا إعدادي والثانوي دراسة يومين الابتدائي أربعة أيام ولا تصرحات مهمة جدا جدا عايزين نستفسر عنها ونعرف إلى وصل هذا الأمر أعتقد أفضل من يتحدث معنا في برنامجنا مع القادة الأستاذة الدكتورة مجدى نص نائب رئيس جامعة المنصورة سابقا وعضو البرلمان المصري بلجنة التعليم سلام عليكم دكتورة عليكم السلامة وبركاته أنا أستاذ ساندب إزاي حضرتك الحمد لله أسعدتين وشرفتين بتصلم عليك متشكري ساندب ألف شك دكتورة شك حضرتك إزاي تصرحات السيد الدكتور طارق الشوئي وزير التربية والتعليم الحقيقة يعني هو كان في فترة فابقة من قريب كان عمل مؤتمر وذكر فيه بعض المعالم الأساسية للعام الدراسي ممكن مدخلة مدارح أوضح فيها بعض النقاط اللي ما كانتش يعني محتاجة لسه وقت فيه أوضحها فيه أنف أهمها أنه هو دلوقتي عملية توضيح الأيام يعني أنت ذكر فيه جداول معينة أن على حسب كل مرحلة مرحلة من كيجي واند غاية تلتة بتباقي حضور كامل حوالي أربع كيام بعد كده ممكن يكون يتروح من يومين إلى تلاتة على حسب المرحلة وعلى حسب المدارس وأشرك فيها في المسئولية مديرين المدارس في وضع الجداول الخاصة بكل مدرسة على حسب الساعة بتاعتهم ممكن من بارح بقى وضح نقطة أن كيفية الحضور لو هو بيحضر يومين والباقي في البيت إيه اللي بيعملوا في البيت وإيه اللي بيعملوا في المدرسة فأوضح أن المواد الأساسية سيتم شرحها على القنوات التعليمية وعلى المصادر التعليمية الأخرى ويوضح الفرق بينهم أنه هو اللي ما عندوش أي وسيلة لإنترنت وأجهزة تابلت وحاجات زي كده يبقى هنا التلفزيون من خلال القنوات التعليمية بيحصل إذا يعتبر مصدر أزاسي للتدريس في جميع المواد الأساسية معلش دكتورة أشياء المدرسة دكتورة معزرة المقاطعة يعني المواد الأساسية لا تدرس في المدرسة وتدرس إما عن طريق الإنترنت أو عن طريق التلفزيون تمام بس مش بس كده يعني المواد الأساسية عملية التدريس والشرح من خلال الحاجات دي لكن منقشتها والمنقشة والتحليل والتنضيح كمناقشة بقى هيتم في المدرسة بجانب الأنشطة بجانب المواد اللي مشدخلة في المجموع يعني هنا اختلف أسلوب التدريس ده أصبح عبارة عن حوار ما بين المدرس وما بين الطالب أو التجنيس في الفصل تمام لكن مش العملية الأساسية في التدريس هي في المواد الأساسية دي هيتلقاها من خلال القانوات التعليمية يمكن نوضح أمور كثيرة برضو لو حضرتك بتتكلم عن المصروفات أولا الجوانب أوضح الجوانب الاحترازية الشديدة جدا وإزاي إن هي هينزل بيان ونشرة كاملة قبل بداية العام الدراسي في حالة إن هو لو في حالات تم إصابتها بالكورونا من الأطفال إمتى يغلق المدرسة وإمتى تغلق الفصل مش هتترك كبه عشان ما يبقاش فيه بلبلة للإدارات المدارس ولكن هتكون من خلال تعليمات دقيقة من وزارة الصحة وكل حالة يتم التصرف معاها إزاي وإيه اللي ممكن يتعامل وإمتى يتم غلق المدرسة أو لا دي كلها أمور برضو وضحها مبارح إن هو هتتم قبل بداية العام الدراسي وضح كثير من الأمور الخاصة به الأمور التعليمية بخصوص مرحلة السنوي وضح بالنسبة حضرتك قلت المصرفات المصرفات المدرسية الخاصة بالمدارس الحكومية واللي ظهرت في الفترة الأخيرة قرارات للوزير بإن هو سيتم زيادتها بالفعل تم زيادة يعني في مراحل تكسير 300 جنيه السنوي 500 جنيه الرسوم الدراسية وضح إن هي ممكن تتم مش مرة واحدة على مرتين خلال العام يعني في الفصل الدراسي الأول جزء وفي الفصل الدراسي الثاني الجزء الثاني يمكن أوضح نقطة يعني أولياء الأمور لا ينزعجوا لسبب واحد احنا دايما بنقرأ العنوين فقط يعني زيادة المصرفات لكن لو حضرتك بقات في الخبر هتلاقي فيه فئات كثيرة جدا جدا مستثنة من هذا يعني مش بشكل تقليدي بقى يعني أولاد أسر الشهداء أولاد اليتامة يتامة الأب أولاد مثلا تكافل وكرامة المعيلة وغيرها وغيرها آآ وكتكافل وكرامة يعني فئات كثيرة جدا تامين آآ دي موجودة أصلا ومستمرة لم يتم إلغاءها يعني آآ فالحقيقة رغم أن القرار يعني عملية زيادة المصرفات آآ آآ تعتبر يعني أكثر من دعف الرقم آآ آآ لكن هو يعني على الحقيقة أولا الفرق دا كان كل الفئات بيتم دفع أكثر منه بكثير حتى في الأسر الضدخل المحدود يعني كانت بتصرف على الدروس الخصوصية أنا فتصوري أنه هو دلوقتي عملية الدروس الخصوصية لابد أن هي يعني لو بتعقل كده ما فيش حتياج ديها خالص بعد كل ما قيل وكل المصادر التعليمية وكل الكتب وكل حاجة موجودة على المصادر الموجودة التعليمية فيه كمان آآ فصول تقوية للطلاب في حالة إنه ما قدرش يستوعب من كل هذا ففيه فصول تقوية بمبالغ برضو إلى حد ما تعتبر في متناول لد الجميع آآ فده يمكن وضح النقطة ديها توضح عملية الزيادة المصرفات وإن كنت أنا في هذه النقطة يعني يمكن الأسبوع القادم هتقدم بطلب إحاطة لتأجيل آآ لزيادة المصرفات آآ إلى ما بعد الكورونا بس يعني ده وضع طبيعي لأنه بيصرف على خطة التطوير الجديدة وعلى المدارس وتجهيزة إلكترونية مدالغ طائلة ويمكن ذكر أن 500 مليار جنيه تم صرفه في خلال السنتين اللي فاته على الخطة التعليم لكن برضو لأنه غير هذه الفئة دكتورة دكتورة 500 مليار ولا 500 مليون لا مليار 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 على خطة التطوير ككل تمام في التعليم 500 مليار جنيه تم تكلفة كل ما يخص التعليم بالبنية التكنولوجية بمصادر التعلم بالمنصات بالمناهج كل ده تكلف في الفترة الأخيرة في ما يقرب من 500 مليار جنيه رقم كبير رقم كبير جدا لأنه نحن يعني تطوير شامل ما هواش مجرد بنغير حاجة كده في التعليم أو منهج ولا حاجات المحدودة أو بنبني كم مدرسة لا ده تطوير شامل لكل شيء في التعليم وزي ما احنا شايفينه فعلا مختلف تماما وخصوصا اللي هما بجين من رياض الأطفال لحد ما الوقت وصلت السنة دي هتوصل لغاية تقريبا خمسة تدائي يعني هي كالثالثة السنة اللي فاتت ممكن توصل السنة دي لخمسة أو ستة ده حضرت طريق التعليم مختلفة تماما وده هينعكس على تصنيف جودة التعليم يعني يمكن هنلاقي تقدم في الترتيب المصري تقدم في المراكز بشكل واضح في الفترة الحالية طيب دكتورة معلش يا دكتورة معزلات المقاطعة حذيك بتكلم على زيادة المصروفات بالنسبة للمدارس الحكومية المدارس الخاصة في شيء عنها ولا لسه؟ المدارس الخاصة الحقيقة يمكن دي الوزير ذكر أنه هو في دراسة لوضع هيكلة كاملة لكل شيء للقرارات الخاصة بالمدارس الخاصة لكن حد ذلوقتي يمكن لم يوضح لكن هو ذكر أن هو هدان قريبا بيعمل هيكلة من ناحية دفع المصاريفة يبقى إلكترونيا الزيادات تبقى مقننة يعني ذكر بعض الحاجات ولكن كلها لم يعلن عنها ففعلا مدارس الخاصة الجميع قلقين جدا وأن فيه مطالبات بشكل كبير أن يتدفع حتى السنة فيه بعض مدارس بيجيلنا شكاوي أن عايزين يدفعوا مقدم السنة مثلا كلها أو الفاصل الدراسي كله بالفعل وبيتصل على أولياء الأمور حاليا وكمان زادت المصرفات يعني هذا العام في ظل الكورونا وفي ظل الحضور لأيام مثلا مش كاملة ومع ذلك فيه بعض المدارس تم زيادة المصرفات بشكل ملحوظ جدا جدا وده اللي هو يعني يمكن الوزير في النقطة ديات لسه لم يصرح بشيء واضح لكن قال أنه هو بيعد هيكلة قرارات منظومة التعليم الخاص والتعليم الدولي بشكل عام وده هيعلن عنه برضه في القريب العاجل يعني ممكن في خلال بس ده يمكن هياخد ممكن يكون السنة القادمة يعني في نهاية العام القادم هو المنظومة تكون لها ممكن تنتهي يعني ده مش هيكون قبل الدراسة يعني فده اللي ذكره الوزير الحقيقة يعني دكتورة مجدة سؤال أخير شخصي شوية دكتورة مجدة إن شاء الله نازل انتخابات لا الحقيقة أنا سطرة القادمة يعني مش هكون في الانتخابات إن شاء الله خسارة كبيرة خسارة والله بجد على العموم إحنا يعني بنشارك في خدمة الوطن من كل الجوانب بصرف النظر إحنا جوه للبرلمان أو خارج البرلمان فده إن شاء الله لا يكون العطاء يمكن يكون أزيد وتفرغ أكتر وإن شاء الله يعني يكون في مجهودات كبيرة برضو مع منافئة تعليم بحكم خلفيات يعني كلها تعليم يعني والله يا دكتورة حديك ما ترطتش مني حاجة لكنا بعمل منجدة لسيد الرئيس الجمهورية أنا فيه أشخاص كده نخسرهم في البرلمان القادم دكتورة مجدة ناصر إن لم تكن نائبة فمن يكن النائب خاصة بالتعليم فمنجدة لسيد الرئيس الجمهورية تكون الدكتورة مجدة ناصر ممن يتم تعيينهم والدكتورة ناشوة حسين أفضل من مثل المعاقين في هذا البرلمان الماضي نفس الشيء غير داخلة في هذه الانتخابات أتمنى دكتورة ناشوة والدكتورة مجدة ناصر يكون ممن يتم تعيينهم للمصلحة العامة أنا بشكر حضرتك جدا جدا على هذه الثقة ويعني مش عارس أقول لحضرتك إيه وأتمنى فعلا أن أكون يعني شاركت في المساهمة بأي استفادة في الفترة السابقة يعني والله أنا حزين جدا جدا أن أعرف أنقيا شرفاء لم يستفيدوا من الانتخابات الماضية شيء وهم المرة الحالة القادمة غير موجدين شيء محزن شيء مؤسف لكن أملنا في ربنا سبحانه وتعالى وأن يكون فعلا دكتورة مجدة ناصر الدكتورة ناشوة حسين ممن يتم تعيينهم في البرلمان القادم حتى يعلم الجميع كل من يعمل بشرف لابده وأن يكافأ شكرا دكتورة مجدة ناصر على صلح حضرتك طبعا شيء محزن جدا جدا أنا معرفش اللي حاليا أن الدكتورة مجدة مش ندخل الانتخابات فيه أمر كده لاحظته ناش شريف أوي أوي نضيف أوي أوي بتحب مصر أوي أوي مش داخلين الانتخابات دكتورة ناشوة حسين دكتورة مجدة ناصر حاليا على هو قالت لنا الكلام ده الحج محمد هاشم محمد فؤاد زغلول كلهم محدش يختلف عليهم فيه السبب أنه هم مش داخلين الانتخابات أتمنى من الجهات المسؤولة تلتقي بيهم تستفسر إيه السبب اللي هم ما يدخلوش الانتخابات هم مش شايفين حاجة إحنا مش شايفينها حصل حاجة خليتهم يبعدوا عن المشهد السياسي لابد أن هذا الأمر لا يمر مرور الكرام أفضل من يمثلون مصر الآن خارج المنافسة إذن هناك شيء خطأ لابد أن يتم تصحيحه دكتورة مجدة ناصر سألت إن سألتها فألتتها بالنسبة للنحية التعليمية قالت إن الثانوي والإعداد هيكون يومين في الإسبوع ولم يتم تدريس المواد الأساسية ويكون الاعتماد في التدريس في المواد الأساسية على التلفزيون أو عبر الإنترنت التابلت وقالت إن هيكون فيه مراجعة أو منقشة لبعض الأمور مع الأنشطة اللي هتم تدريسها داخل المدرسة الدكتور طريق شوقي وزير التربية والتعليم في تصرحاته وأنه أعفح 11 فئة من دفع المصرفات منهم المرأة التي تعول والتكافل وكرامة الشهداء غير القادرين مجموعة كبيرة جدا جدا هيتم إعفاءهم من المصرفات مع الرغم إن تم زيادة المصرفات في المدارس الحكومية أكدت الدكتورة مجدى نصر إن المدارس الخاصة حتى تاريخه لم يبت في أمرها مع العلم إن المدارس الخاصة تتصل ليلة نهار على الأولياء الأمور وعايزة تحصل منهم مش ترموا واحد كمان لا السنة كاملة إذن لابد وأن يبت في هذا الأمر حتى يعلم ولي الأمر كيف يتعامل مع العام الدراسي الجديد أكد الدكتور طريق شوي أيضا إن بداية العام الدراسي إن شاء الله علينا وعليكم بخير هيكون يوم 17-10 أمور كتيرة جدا جدا بالنسبة للسناتر إغلاقة الخاصة وعمل تقوية في المدارس دي كانت أبرز تصريحات الدكتور طارق شوي وأملنا أن يرفع التصنيف العالمي بالنسبة لمصر بسبب هذه الإجراءات خاصة أن الدكتورة مجدى نصر قالت أن تم صرف على التعليم خلال العامين الماضيين 500 أنا فكرت مليون 500 مليار منصة تعليمية تطوير في التعليم فمع هذا المبلغ الكبير نتمنى أن نتقدم إلى الأمام إن شاء الله طبعا دكتور طارق شوي عمل تصور للعملية الانتخابية وإن ما كانتش بنسبة 100% بس حال أقل عمل خريطة كويسة جدا جدا يستطيع منها القارئ يشوفي إزاي هيكون العام الدراسي طيب قانون التصالح ليه ما يخدش نفس الحيز من التفكير أنا أقول لكم على مشكلة النهاردة أنا كنت موجود فيها في مجلس مدينة أب من أبائنا الطيبين راح للمجلس وقال أنا في بداية الأمر لما قلت التصالح أنا جيت تصالحت ودفعت المبلغ اللي كان محدد وفجأة المبلغ بعد ما كان عنده 300 جنيه في المتر زي ما أعلم في البداية رجع إلى 50 جنيه فأصبح المبلغ اللي دفعه بالكامل أكتر من المبلغ اللي عليه فأقول أنا عايزة أسترد المبلغ ده أسترده إزاي أنا بقول زنبه في رقبة كل من وضع قانون التصالح دون أن يستثني القرى العشوائيات ذوي الاحتياجات الخاصة الغير قادرين تكافلوا كرام المحزن بقوا بجد اللي كانوا سبب في القانون ده اللي هو الغير مدروس اللي فعلا قانون القائم عليه هو نفسه ما كانش يتوقع أن يكون بهذا السوق يقول لك أنا هدفع لألف واحد في كل محافظة السؤال الأول الألف ده هيتم اختيارهم إزاي أنت ضمرت الألاف وهتدفع الألف في كل محافظة على أي أساس بقى هتدفع لهم يا حبيب قلبنا يا ترى اللي هيديك صوته وينتخبك هيكون من الألف واللي هي على المطلق لغير القادرين وكمان يا ترى هيكون الكلام ده قبل الانتخابات واللي يتم تأجيلها لبعد الانتخابات أنا حزين قوي قوي على اللي بيحصل في مصر يا جماعة كنا بنحارب الزيت وبنحارب السكر بقول لا للحريات ما نشتريهاش لا للضعفاء إحنا بنعمل إيه ده وقت حاليا أقسم بالله بنبعد كتير جدا 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 وبنقرب من 2010 مشكلة كبيرة أنا عايز يا جماعة نفكر بعقلنا شوية إحنا بنتكلم على هذا الأمر اللي من حبنا في مصر فلابد أن يعادل أمر مرة ثانية في الانتخابات خاصة مع بعد كثير ممن يستحقوا أن يكونوا في البرلمان لكن الرئيس عفتاح السيسي اليوم الأحد وجه أدة رسائل في افتتاحه مجمع التكسير الهيدروجيني في مسترط في محافظة الدهائلية منها الشعب والدولة واحد وراهن على وعي الشعب المصري معنا على الهواء مباشرة اللواء مجدي الشاهد مساعد وزير الداخلية الأسبق سلام عليكم سيادة اللواء أهلا بسيادتك والسادة المشاهدين في كل مكان أسعدتنا وشرفتنا سيادة اللواء ربنا أعزك شرف لنا أهلا بيك باشا سيادة اللواء حضرتك أريت الرسائل سيد رئيس الجمهورية اليوم وماذا نفهم منها الحقيقة قبل ما أقول الرسائل الخاصة اللي أعلن سيادة الرئيس اليوم موجهة للشعب المصري بمناسبة افتاح مجمع التكسير الهيدروجيني بمسترط أحب أتكلم عن رسالتين همين جدا منبسق عنهم كل الرسائل اليوم أتفضل سيادة اللواء في فترة حكم الرئاسي الأولى لسيادة الرئيس قال أنا باهتمد مصر وفي فترة الرئاسة التانية قال أنا باهتمد المواطن المصري في الأولى الاعتمام بمصر في الفترة الأولى تمام إعادة رسم خريطة مصر تمام وبالتالي إعادة رسم الخريطة إحنا شفنا شبكة طرق لم تحدث من قبل على مدار سنوات عديدة تمام فسيادة الرئيس أعلنها ورسم خريطة بالفعل جديدة ووفى بإضافة وصيانة أربع تلاف ومتين كيلومتر لشبكة الطرق الحديث أربع تلاف ومتين كيلومتر الأمر اللي أدى إلى انخفاض نسبة حواليس الطرق أعدادها وعدد القتة وعدد المصابين أيضا أفسنا من المركز المية وثمانتاشر للتمانية وعشرين وماسميها أفسة في جودة الطرق على مستوى جودة الطرق عالميا يعني أفضنا تسعين مركز مرة واحدة كنا كامل أول سيادة اللوة المية وثمانتاشر وأصبحنا في المركز تمانية وعشرين يعني في تسعين درجة تقدم تسعين درجة تقدم عملنا إيه بشبكة الطرق بس أفكر الناس تمام أولا عملنا صيانة وإحلال وتطوير الاربع تلاف ومتين كيلو متر عملنا تسع وتلاتين طريق جديد تم إضافته عملنا ميدين وخمسين كبري عملنا اتناشر محور على نهر الليل وأشهرهم يعني مش عايزة أقول الجمال اللي احنا بنشوره محور رود الفرق اللي دخل موسوع جينيس باتتساع وخمسين متر كبر المعلق دخل موسوع العالمية لاتتساع لأنه التساع وخمسين متر يعني تطوير غير عادي وغير مصبوخ تمام ده ترجمة لإيه ده ترجمة للدستور المصري اللي توضع بعد صور التلاتين هوريو دستور اللي قال لابد من تحقيق رخاء اقتصادي ولابد من تحقيق العبالة الاجتماعية تمام أيضا رؤية مصر عشرين تلاتين في التنمية المستدامة اللي لها عدة محاول اخصادية وسياسية واجتماعية اللي قال فيها لابد من الاهتمام بالعنصر البشري ودي ترجمة للاهتمام بالمواطن المصري قال لابد من انه اتخذ مادة الشفافية وازهار الحقائق قال انه لابد من اعادة تقديم الخدمات بتوزيع عاجل على مستوى مصر كلها محافظات مصر كلها وشوفنا احنا الطرق الجديدة كلها متمركزة في منطقة السعيد واجه بحري المواطن بعض المواطنين اصحاب الشر اصحاب الشر ومن اهل الشر بيقولوا استفادنا ايه من شبكة الطرق اقول له يا استاذ الفاضل احنا عملنا شبكة الطرق سؤال سؤال يطرحك على كثير الالسين من الالسينة ماذا استفادت المصر من هذه الطرق اجابة حضرك ستلوه اردت عليه بقى واقول له اتفضل الشر السيد الرئيس اعلنها صراحة انه سوف يكون هناك مش تتولي الطرق فقط وانما استثمر المناطق المحيطة وخلق المجتمعات عمرانية جديدة لما خلقت المجتمعات عمرانية جديدة مش المواطن العادي راح ولا ما راحش واستلم شقة مكيفة وباساس ولا ما استلمش لما اقول له ان انا في الطرق الجديدة عمق زيارة الاستثمارات وعايد الاستثمار مش عاد عليه في المقررات التنمونية وفي الصحة وما حدث في الصحة وما حدث في الصحة من اقلاق عدة مبادرات في مجال الصحة وخاصة في مجال مكافحة فيروسية وبالتالي استفاد المناطق العادي بزيارة الدخل القوي وبيخلق مدن جديدة وبمواجهة العشوائيات ويعني استفادنا غير استفادة غير عادية يعني سيادة لواء سيادة لواء ماذا مغادر يعني حدثك عايز تقول ان زيادة الطرق قدت الى زيادة المدن الجديدة طبعا قدت الى استثمارات الى تطوير هذا الاستثمار في الدخل القوي عاد على المقاطن العادي في مجال الصحة وفي مجال التعليم وإحنا شفنا تقدم قده في مجال الصحة والتعليم وبالتالي سيادة الرئيس اهتم برسم خريطة مصر المواطن المصري نالوا لاهتمام زيادة سيادة الرئيس في الفترة التانية باهتم بالمواطن المصري حشفنا الاستخدام التكنولوجي في مجال المرور وفي عدة مجالات في الدولة وأصبحنا متحولة الرقم يعني الحكومة الإلكترونية وأصبحت الخدمات تؤدى للمواطنين دون جهد أو عادة وبالتالي حصل طفرة جديدة جداً وتطفر مثل اليوم في عدة رسائم من سيادة الرئيس تمام أول هذه الرسائم إن إحنا لازم نعي إحنا قلنا قبل كده لما سيادة الرئيس قال مش أنا الوحدي أنا وأنتم إحنا كشعب وكحكومة جئة واحدة لها منفصل إطلاقاً وخاصة في مواجهة الإرهاب اللي إحنا شايفينه اللي بيحاول كل مرة يعود في سيادة جديد ولكن ملامح الرئيسية ما زالت تواجهنا وتضحقنا نحن نعلمهم من رائحتهم من أقوالهم من أفعالهم وحاولوا عادة الكرة لابد من زيادة الوعي لدى المواطن لابد من تفعيل دور الإعلام وزيادة الوعي الإعلامي تمام لابد من لابد من الناس اللي على سبيلتها يجب أفهمه من أعضاء مجلس النواب الخدمات اللي بتؤدى إليهم لازم كل وزير يعلن استراتيجيته وقدم إيه للمواطنين سيادة الرئيس قال أكتر من مرة لابد تقدمه كشف حساب للمواطن البسيط علشان يعرف إيه اللي بيتقدمه فبيتقدم في جميع المجالات لابد من كل مسئول يطلع يشرح ماذا تم في فترة الرئيسية الأولى والتانية هنجد إن المحصة تحترم وإن كلام سيادة الرئيس لابد أن يحترم وهو كلام محترم لأنه صدر على رجل محترم سيادة اللواء سيادة اللواء واجهة الإرهاب تمام ونريد بيه بأنه هو شاف ما يحدث على قنوات الأهل الشر وما يحدث من تكرار ونقل أحداث وتنفيذ أحداث ثورة يناير التخريبية ومعلقة على مصر بالتخريب وبالتالي بنقول لهذه القنوات من المواطن المصري نحن المواطنين المصريين أصبحنا مدركين تماما أنه لا مكان لوجودكم يا أهل الشر وإنه مش الشرطة بالجيش هم اللي هيتصدوا للإرهاب لا الشعب المصري كله بالكامل أصبح مؤهل لعدم السماح لهؤلاء مش بالعودة هم لن يعودوا ولكن لمجرد التفكير في أنه أحد أفرادهم يحاول أنه يقف في ميدان أو يطالب بإسقاط الدولة أو يعود بنا للخلف لأنهم هم أعلنوا أنهم عايزين يسقطوا الكبار في خطتهم وأنهم يسقطوا المشاريع اللي تم إنشاءها على مدار السنوات السابقة من فترة رئيسة الرئيس وبالتالي على المواطن المصري أن يعي وعلينا أن إحنا نزود قدر الوعي لدى المواطن المصري وده دور لابد أن يقوم بأعضاء مجلس النوات بجالب الإعلام سيادة اللواء ويمكن سيد الرئيس لما النهاردة بقول بيروهن على وعي الشعب المصري ده هو سيادته كلمة قرائل على الشعب وعي الشعب المصري معناها أن سيادته يدرك تماما مدى الوعي للشعب المصري وزي ما بيقول لسيادتك أنه أهل الشر أدراكوا وعي الشعب المصري ولذلك هم لن يعودوا لأنه مش هيتمهم واجهتهم بالشرطة والجيش المطلوب منهم كان الأول في صورة التخريب أن يهدوا الروح المعنوية للشرطة والقاة المسلحة والقضاء ثم يتوجهوا للشعب الشعب أصبح دلوقتي مدرك تماما بألعبهم وأنهم أهل الشر وبالتالي الشعب هو الذي سيتصدى بالدرجة الأولى لهؤلاء الشرزمة ونقول للناس تاني خلي بالك من أهل الشر كما أصدقى سيادة الرئيس سيادة اللواء ممكن بس أرجع مع حضرتك كده جزئية مهمة جدا أن السيد الرئيس في المرحلة الأولى اهتم بمصر وبالتالي أصبحت مصر أقوى داخليا وعالميا ولم يختلب أحد على هذا الأمر بنقول السيد الرئيس شكرا جزيلا على وفائك بعهدك في فترة الرئاسة الأولينية اهتمت بمصر ورسمت خريطة لديدة ووصلنا لها شكرا لاهتمامك في الفترة التانية بالمواطن المصري الفترة التانية سيكون الاهتمام بالمواطن المصري وقد وفيت قدمت خدمات في مجال الصحة في مجال التعليم في مجال التكنولوجي ونشكر ساد وزير الدفاع ووزير الداخلية وبنشكر على أنه دخلنا عصر الأنظمة الزكية في المرور كان نفسينا نشوف من زمال الأنظمة الزكية دخلنا العصر ودي ترجمة ترجمة لتوجهات سيادة الرئيس اللي بندعو بالتوفيق والسيادة وبنقول له إحنا على عهدنا وإحنا على عهدنا عوثياء ومدركين تماما مدى الرسالة ووسطين تماما أن سيادة هتكسب الرهن في وعي الشعب المصري سيادة الواء مجد الشهاد مساعد وزير الداخلية الأسبق شكرا لحضرتك شكرا جزيلا لسيادة طبعا سيادة الواء ذكر نقاط مهمة جدا جدا هرجعها مع حضراتكم كده أن تم عندنا رصف 4200 كم طرق انخفاض الحوادث عندنا في مصر بطريقة ملحوظة وتقدم مصر من رقم 118 عالميا إلى 28 فرق 90 مرة 250 كوبري تم إنشاؤهم 12 محور رؤية مصر 2030 الاهتمام بالعنصر البشري زيادة الطرق أدت إلى زيادة في المدن الجديدة وكذلك في الاستثمار طبعا أنا حاجة مهمة جدا بنوى عنها أنا كان فيه اتصالات المفروض كنت بتابع معهم قبل الهواء بحوالي ساعة كده منهم الحاج علي شحات الفيوم لكن للأسف تليفوني خلص مني شاحنة ما عرفتش فيه شوقت عندي إن أنا أقدر أخذ هذه الاتصالات فباعتزر ليهم وباعتزر كان فيه كم من الرسائل جيالي كتير جدا جدا كنت برجاع على الواتس كنت أتمنى أن أنا أقولها لأن الرسائل كلها في الصميم من ناس لا بتاعت منصب منصب ولجاه لكن حبها لمصر جعلها تتكلم هذا الكلام من قلبها وبقوله وإحنا عايزين صوتنا يوصل للسيد الرئيس هو ليه بتصدر المشهد السياسي أصحاب المليارات وكل القرارات اللي بتتاخد للأسف يجب أن تراجع قانون المرور وما يتكبده الشخص عشان يستخرج رخصة كان مبلغ كبير لما ناس اتكلمت تراجع المبلغ لأقل من الربع قانون التصالح نفس الشيء طب ليه أصلا قبل ما أخرج بالقرار وأعلنه أو بالقانون وأعلنه يتم دراسته يا جماعة حاجة من الاتنين يا إما اللي أصدر القرار لا يدرك وغير محيط بالبيئة أو بالناس وما ينفعش ياخد قرار أو اللي أخذ القرار يعرف الأمر ده ومتعمد يحط الريس ويحط المسؤولين في هذا الأمر في كلا الحالات هذا مره وهذا أمر منه وفي الآخر عشان يظهر بالصورة الملائكية قدامنا يقول لك أنا هدفع لألف واحد طب أنا هسأل سؤال لعمة الشعب اللي أحسن معانا الأستاذ علي من الفيوم سلام عليكم السلام عليكم الله وبركاته زكا دكتور أهلا بحضرتك بخير الحمد لله والله كان عندنا وشكلة كده في قرية فانوس خلوسي قرية فانوس طمية آه طمية عزل خلوسي تمام كنا معتمين على موضوع سفارف وفتاعه وكده البلد عندنا حيما هنا وشغل ترنشاطه وفتاعه وشغل أعيدي وكده فالشوارع كل هذا الآن على طول فقدمنا على موضوع سفارف ده فعلونا اتبرعونا بحدة أرضه وإحنا نشكر الله بشاهده فيها تمام فقدمنا جيبنا اتبرعنا بالأرض ودفعنا تمانا ومالها سنة ونصة تسلمنا جميع المسؤولين ومحدش ترد علينا حتى الأعضاء ومحدش ترد علينا طيب حج علي اتمنى تسيب لي رقم ترفع حضرتك في الكنترول ان شاء الله هتابع مع السيد اللي هو أشام درة ومع نائب المحافظة الدكتور محمد عماد وبرنامج مع القادة في القائل القادم بإذن الله لهم ولاحد هيكون عندنا رد عن قرية فروستامية وعن كثير من الأماكن اللي كان محدد لها الانتهاء من الصرف الصحي زي سرسنة وفرقص والسعدية وقرية سيلة واللهون والصالحية والنصرية التمن قرى فشكرا على حج علي وهتوصل معك إن شاء الله بعد الهواء بإذن الله طبعا نداء السيد المحترم اللي هو أشام درة كنت حضرك وعدتنا بالانتهاء قريبا وكان الكلام برضو على لسان السيد الدكتور أحمد أنصري محافظة في يوم وأكد معنا ببرنامج مع القادة الدكتور محمد عماد الشاب المحترم الخلوق الانتهاء من فرقص والسعدية وسرسنة في الصرف الصحي قريبا وتم رصد 200 مليون وقرية سيلة بالاستفسار عنها قالوا أنه تم إسناد العمل للجيش ولكن جاء مقاول ومش يمقاول فعاوزين نعرف إيه الوضع النهائي هيكون الرد ده إن شاء الله معايا في الإسبوع القادم إن شاء الله بالنسبة للحج علي كنت ترخد رقم تليفونه وهتواصل معاه إن شاء الله بعد الهواء أرجع تاني وأقول قانون التصالح أخدوا حاجة من الاتنين يا غير مدرك بالواقع وبظروف الناس لأنه عايش في برج عاجي ومش قريب من الناس أصلاً واخد العضوية وقعد في مكان وعزل نفسه عن العالم وعن الشعب وعن عمة الناس وجاي افتكرهم قدل الانتخابات وراح يزورهم فهو إذا كان بهذا الوضح ما ينفحش يكون نائب حاجة تانية يا جماعة إحنا عندنا في الفيوم والفيوم بلد المفاجآت ما أحترامي لكل الشعب المصري أنا هسأل سؤال وعايز حد قانوني يرد علي ينفع نائبة من محافظة غير محافظة الفيوم تدخل على القائمة عن شعب الفيوم أنا ما وردتش عليها وما حصلتش في محافظة تاني ليه يا جماعة أنتوا الدولة تنظر لهذه الفيوم بهذه النظرة أنا لا ألوم الدولة بقدر ما ألوم القائمين على الأحزاب اللي سمحوا بهذا الأمر أي مؤتمر وأي حزب وأيا كان هو هذا الشخص وأيا كان إزاي جيب لي نائبة عندي في محافظتي أنا ما عرفهاش وما شفتهاش ولا عرف تليفونها ولا تعرف الشعب الفيوم يفكر إزاي ولا تعرف ظروف الشعب الفيومي وتنزل علينا ببراجود وعاوزني أدل القائمة أي منطق؟ أي حال؟ أولاً أليس في الفيوم سيدات تستحق هذا المنصب؟ يشهد الله أن عندنا في الفيوم سيدات الواحدة منهم تستطيع أن تدير وزارة مش تبقى نائبة ليه يا جماعة بتستقلق شعب الفيوم؟ لماذا هذه النظرة؟ ولهم كل اللوم على أبناء الفيوم اللهم شاركوا في هذه المهزلة وتستبعد لي سيدات فضليات تستطيع الواحدة منهم أن تقود إن لم تكن دولة وفوزارة؟ ذكرت في الإسبوع الماضي أمثلة لماذا لا تكن من بين هذه الأسماء من يوسل شعب الفيوم؟ قلت السيدة علياء الوزير قلت المستشارة رضياء إدريس دكتورة ناشو حسين خير من مثل محافظة الفيوم وزوء الاحتياجات الخاصة؟ لماذا يتم استبعادها؟ لصالح من؟ ثم تعال هنا بقى يعني إيه؟ عائلات وشلة يعدوا مع بعض ويصدروا لنا أشخاص معينة وهو دول يتنتخبوا دول؟ يماش لعبين على أي أسس؟ لماذا تستهزئ بي وبإرادتي ألم تكن 2010 تغيير مصر في مصر؟ لماذا العودة إلى نفس الخطة ونفس الإسلوب؟ شيء محزن يا جماعة احترموا الشعب الفيومي الشعب الفيومي أطيب وأنقى شعب السيد الرئيس من كم يوم يشكر محافظة الفيوم لأن محافظة الفيوم من أفضل المحافظات دفع للمصالحات رغم أنها من أفضل المحافظات الشعب الفيومي مسالم الشعب الفيومي طيب أول ما سمعنا أن المصالحات كل واحد بدأ يستلف يتصرف يبيع رغم أنهما بسطاء وهمش أصحاب مليارات وبدأ التصارع وزحم على البنوك ودفعوا أكثر من 40% ممن يجب دفعه في محافظة الفيوم تم دفعه في الأيام الأولى شعب طيب شعب مسالم شعب بيحب البلد جد أيكن هذا التصرف مع الشعب الطيب ولا هو عشان ما حدش هيتكلم في الفيوم هنفرض عليكم أشخاص حتى وإن كانوا من خارج محافظة الفيوم يا كده يا ما فيش حاجة أنا عايز حد يقول لي يا جماعة قانونية هذا الأمر هذه النائبة مع احترامي وتقديري لها لما حب أبناء الفيوم يقبلوها يقبلوها فين يروح لها محافظة إنا تاب بلاش دي كمان لما يكون عندنا بعض النواب ما بينزلوش الفيوم إلا في المناسبات إزاي يكونوا النواب نقبلهم إزاي لما تجيب لي نائبة من خارج المحافظة أصلا وتنسى أو تتناسى أو تتعمد إن مركز لمركز إطسا من أكبر مراكز محافظة الفيوم هو في عدد السكان آه بس مش في السكان بس في القادة والسياسيين ورجال الأعمال والتعليم كل شيء متقدم هذا المركز ولم يمثل بواحد فقط في القائمة عشان توفر أماكن للبهوات والبشوات ولدفع المبالغ والملايين ومليارات أي انتخابات السيد الرئيس الجمهورية استغاثة من شعب الفيوم نريد نعرف لماذا يفرض علينا أشخاص لا نعرفهم ولا يعرفوا عننا شيء لمصلحة من؟ هذا الأمر الشارع الفيوم بأكمله يتساءل الآن كيف لنائبة من محافظة وهي على رأسنا وكل التقدير والإحترام لها كيف تمثل محافظة الفيوم وهي ليست من محافظة الفيوم بل كيف يمثل ما يقرب من نصف القائمة حتى وإن كانوا من أبناء الفيوم ولم يسكنوا ولم يعيشوا في الفيوم ولم يأتوا إليها إلا في المناسبات ثم نستبعد أشخاص يعملون مع القاسي ويعملون مع الداني وليل نهار أثبت الكل أنهم من أفضل الشخصيات وأفضل البرلماني في البرلماني الماضي دكتور رشو حسين بعانا للأستاذ أحمد من سواك سلام عليكم أستاذ أحمد سلام أشهر حدفت على حضرت كفنك قالوا أنا دافع من التباني وكنت واخد على سكس مزاني 80 مت أستاذ أحمد معلش اسمعني من التلفون ويبعد شواء عن التلفزيون نعم ابعد شواء عن التلفزيون واسمعني من التلفون لو سمعت دفع مبلغ 16 ألف جنيه على مساحة 80 متر ده في التصالح في التصالح مش دلوق في الجديد زمان لما دفعت في المحضة دفعت مبلغ كم؟ دفع 16 ألف جنيه على مساحة دين؟ نعم على مساحة 80 متر 80 متر تمام فدلوقتي أنا لما عاملت قانون التصالح ده رح تعملت ورد وردت في المجلس 1500 للمهندس اللي هيطلع يختبر في الحضر دك حج أحمد معلش اسمعني بس واحدة واحدة الـ 80 متر دي مبنية في قرية ولا في مدينة؟ لا أنا وانا في برا مقابر يعني في شعر تبع وحدة بحلية؟ تبع قرية؟ تبع مركز أخميم لا هي تبع مركز تبع القرية قرية إيه؟ أخميم قرية يعني قرية تمام حافظ أصاج لكن المركز نفسه أخميم تمام لكن أنا سكن وراء المقابر تمام دلوقتي إحنا حذرنا هنا المتر 150 جنيه وفي أماكن وراء المقابر المتر 150 جنيه تمام متابع لقرية في مركز أخميم سوهاك مركز سوهاك مركز سوهاك مركز أخميم شارع ربعا عدوية إيه المطلوب إيه المطلوب يا حج أحمد المطلوب دلو كنت أمتعي أنا أنا دفع دفع 16 المبلغ البادي ده هو ها يجيني ولا يروح عليها طيب إسمعني حج أحمد من التلفزيون حاليا المشكلة دي أنا كنت ده بيتكلم معنا من حفظ السوهاك أنا كنت في محافظة في يوم النهاردة الصبح عند البش مهندسة نجاح قيصة التنظيم ودخل عليها شخص بنفس المشكلة ويقول لها بش مهندسة أنا المطلوب مني أنا دفعت 29 ألف كنيه على أساس أن كان محطوط مبلغ كبير في البداية وهو كنترول بس ممكن تقفل التصالات كده لو سمحت عشان هل هكامل بس المعلومة دي قال دفع 29 ألف جنيه على أساس كان المبلغ المحدد في القرية في الأول كان مبلغ عالي فلما رجع المبلغ 50 جنيه أصبح المبلغ اللي دفعه أكتر بكتير من المبلغ المطلوبة عليك كل وليس الربح فبيسأل سؤال إزاي أسترد هذا المبلغ نفس السؤال حالياً من الحج أحمد من سهاج مركز خمين بيتكلم عن قرية دفع 16 ألف جنيه على بيت 80 متر طبقاً للقرار الأخير لرئيس مجلس على ألف واحد واحد بس خسرته 15 ألف جنيه غير إنه خليت الشعب نفسه واخد على خطره من الدولة بسبب من؟ سببك أنت يلي عايز تصلح وتظهر بدور الملاك الآم أنت المخطئ ده أنت مفروغ ما تدفعش الألف واحد بس كل نائب كان في لجنة الإسكان وسن هذا القانون وأقر هذا القانون على الأقل يتم استبعاده في المجلس القادم لأنه أثبت لنا أنه لا يجيد أخذ قرار ولما بيجي يعالج بيعالج بطريقة سيئة توسيء لمصر ولعقول ولشباب مصر يعني إيه تدفع الألف واحد جباية وإيه الشروط اللي انت حضرها عشان تدفع الألف دول يا ترى مين دول الأشخاص هم اللي هيقفوا معاك في الانتخابات هم اللي هيقفوا معاك في الانتخابات هم اللي هيقفوا لك صوتهم وما اللي انت عايز إيه لماذا نستهزئ بالشعب عنده من العقل أفضل بكثير من أناس في مناصبهم تفكيرا وأدبا واحتراما وتقديرا وتحليلا كل شيء أما أن يصل بنا الأمر أن الشرفاء يعتزلون ومن يبحث عن المجد الشخصي والمصلحة الشخصية يتقدمون هنا نقول حسبنا الله ونعم الوكيل ونناشد السيد رئيس الجمهورية لا بد من وقف هذه المهزلة هذه الانتخابات لم تعبر قبل أن تبدأ عن رضا الشعب المصري لا أقول في محافظة واحدة أنا لما أفاجأ الآن الدكتورة مجدى ناصر مش داخلة إيه السبب أنا مش من محافظتها أنا رح طلعا في مصلحة جامعة المنصورة وهي في الجامعة وكانت سابقا نائب رئيس الجامعة أمت معنا بالواجب وأدت ما عليها رغم مش في محافظتها في محافظات أخرى وفعلت ما يجب عليها كان عيبة عن الشعب المصري كله الناب أشرف عزيز نفس الحكاية على يدي أنا ناس من محافظات كتير كانوا بيطالبوا منه أشياء وكان بيقديها علشان كده كانش عايز يترشح ضغطه أمر من الشعب الفيومي نزل الانتخابات وربنا يوفقوا إن شاء الله لأن كل ما عمله راضي عنه الشعب الفيومي تماما يا جماعة زي ما قلت احنا مش ضد ترشحوا رجال الأعمال رجال الأعمال الشرفاء رجال الأعمال اللهم مش عايزين يعملوا المصالحهم الشخصية الرجال الأعمال اللهم هيدفعوا من جيوب وهم عشر يوفهم على البلد احنا معاهم إنما اللي يلعب بالبيضة والحجر واللي يسني لقانون ويقولك أنا أحلهولك تعقد العقدة وتعمل لي عشرين حقدة وتقول لي أفكلك عقدة أي عقل وأي منطق أي ومان يدير هذا الأمر يا جماعة السيد الرئيس لما طلع وقال أنا مليش حزب وخيرا مفعل وقال إن أنا مع الشعب المصري كله لا له عشيرة ولا له حزب نيجي إحنا واحد يتكلموا لك إحنا حزب الرئيس ورجالة الرئيس وتتصدر سلط الرئيس على بعض الأمور أقول لكم على حاجة لما سلط الرئيس تتحط على كارتونا لمصلحة من أين العقول ألم يعي أحد أن هذه الأمور تسيء إلى مصر وبعض القنوات التي تكره مصر تنشر لهذه مصر اللي كانوا بيحربوا زيته السكر مبارح أهم بيوزعوا الكارتين النهاردة لده أخير وقلت في اللقاء الماضي للدكتورة المحترمة دكتورة نيفين وزيرة التضامن يريد تنبيه على الجمعيات الخيرية ابتعدوا عن المال السياسي ابتعدوا عن الكارتين أدوا دوركم كما يجب يا جماعة الاختيار الخطأ اللي بيحاسب عليه الفقراء اللي هما بيتم استغلالهم وده في القنوات التانية بيشيروا باسم مصر وبيسيوا إلى مصر ومحسوب على مصر يا جماعة لا مصر مش كده احنا أقولكم على حاجة الشعب مصر يرضى وبيدي فرصة للكل بس لما بيحاسب حسابه عسير أقسم بالله اللي مش هيراعي الشعب المصري في الأيام القادمة الشعب المصري ما هيرعي أبدا واللي هيدوس على طرف لأي مصري ستدوس عليه مصر كلها ختاما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر بحفظه وأن يولي أمورنا خيرنا وأن يزح عنا بقدرته شرارنا وأن يرزقنا من يتقلها فينا اللهم اصلح من تولى وبل من يصلح اللهم احفظ مصر وأهلها احفظ يا ربي مصر وشعبها اللهم احفظ مصر وجيشها اللهم احفظ مصر وأمنها اللهم احفظ مصر ومن أحبه إلى أن ألتقي بحضراتكم في الأسبوع القادم أستودعكم الله الذي لتطيع ودعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته